أنا الفنان عبدالحسين الصاحب الخفاجي من الديوانية أتشرب بأن جمعت إرشيف مهم لتاريخ الحركة الثقافية لمحافظة الديوانية منذ عام ثلاثينات من القرن الماضي البداية الأولى للمسرح في الديوانية كان عام 1936 عندما زارت الفرقة المصرية فرقة عزيز عيد وفاطمة رجدي وعرضهم مسرحية هذه المسرحية حقيقة كانت البداية الأولى للمسرح في الديوانية هذا الإرشيف فيه الكثير من الوثائق الأبيض وأسود على اعتبار في فترة الأربعينيات من القرن الماضي الخمسينات الستينيات استطاعت أن أحصل على هذه الصور أيضا هناك صور بالألوان على الاستياج على المسرح الديوانية فيها الشعراء الفطاحل فيها الكتاب المسرحيين المسرحيون فيها أيضا الممثلون فيها الشخصيات التي ثبتت على مستوى العراق اليوم لدينا شباب حقيقة يمتلكون ثقافة رائعة يتبنون مسؤولية المسرح في الديوانية قد يكون بشكل تجريبي بسيط لكن أيضا سجلوا حضور على مستوى الوطن العربي وإذن الله الذي لا ينقطع ليلهنهار وطفر حرات ترجمة نانسي قنقر